ارتفع عدد الضحايا العرب من النقب جنوبي البلاد إلى 11 مواطنا على الأقل بعد الإعلان عن العثور على جثة مواطن من كسيفة وإقرار وفاة طفلين آخرين من قرية الباط مسلوبة الاعتراف ليرتفع عدد القتلى من هذه القرية لوحدها إلى 6 من عائلتي القرآن وأبو صبيح الحدث جلل ونحن نترحم على الطفل ابن 5 سنين الذي توفي اليوم يزن زكريا أبو جامع في حارة 4 وأيضا فقدنا زوجة الأخ حمد فاطمة أبو عرار وأيضا أصيب زوجها وأيضا كان هناك حادث مع طبيب كان بطريقه إلى المستشفى برزلاي أيضا نجا بعجوبة هذه القبة نهائيا لن تعمل صفرة الأنظار مسبقة لن تعمل نهائيا هناك لا أعرف إذا هذا خلال فني أو تقصير من جهات من جهات هي مسؤولة عن هذه الأمور ما حدث هذه نكسة كبيرة وعلى الجهات الأخرى أن تراجح حساباتها بما هو منفع لإنقاذ البشر وإنقاذ أهل القرية كافة وعامة النقب في ناس حسب أنا ما فهمت أنهم في صرفان ما عندهم أي ملجأ نهائيا وارتقت ضحايا من الباط وواد النعم وعرعارات النقب وكسيفة ورهط إثر سقوط قذائف صاروخية على منازلهم أو بالقرب منها أو نتيجة إطلاق عيارات نارية أثناء تبادل إطلاق نار بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية فيما أعلن مستشفى سوروكا بئر السبع عن استقبال أكثر من ستمائة جريح من المواطنين الإسرائيليين بينهم 130 مصابا في حالة خطيرة حتى الحريجة وأعلنت وزارة التعليم تعطيل الدراسة وإلغاء جميع النشاطات التربوية والرحلات خارج المدارس بسبب الحرب في الجنوب بما في ذلك الدراسة في مؤسسات التعليم الخاص فيما تسود أجواء من الحضر في صفوف المواطنين العرب إثر منشورات تحريضية ضدهم